لما بنقول أن يوم عرفة هو يوم الفطرة يوم اللي فعلا قلبي بيتولد فيه من جديد اليوم اللي العرفة ده هو اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى أخذ فيه المساق على زريط بني آدم كلها حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أخذ المساق من زهر آدم عليه السلام فأخرج من صلبه كل ذرية زراءها فنصرها بين يدي سبحانه ثم كلمهم قبلا سبحانه ربنا بيكلم العباد الآية بقى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهوره بذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين يعني إيه الكلام ده يعني أنتوا هتيجوا يوم القيامة وانتوا فاكرين في حاجات كتيرة لما يجي عقلك يستوعبها ما ستقول إيه أنا فاكرة أنا شفت الحاجة دي قبل كده أنا فاكرة أنا عشت الموقف ده قبل كده الموقف بتاع يوم القيامة ده إحنا حننسى دليل إن ربنا أشهدنا ألستوا بربكم قالوا بلى وبطلع ناس كفرة وطلع ناس مش مؤمنة وطلع ناس عصية وطلع ناس ممكن تتوب وممكن تعود يوم عرفة أحد الأشهر الحرم طبعا لقول الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله إثنى عشرة شهرة طيب كمان يوم عرفة من الأيام المعلومات اللي قال عليهم ابن عباس اللي هي الأيام زل حجة الأولانية العشرة فيوم عرفة من أيام زل حجة كل دية فضاء اللي يوم عرفة ده إحنا هنقول حاجات كميلة جدا في يوم عرفة أحد أيام الأشهر الحج الحجة أشهر المعلومات ومن المعلومات اللي هما فيها اللي هو يوم عرفة طيب إيه كمان من فضاء اليوم عرفة من يوم عرفة عايزة أقول فيه بس يكفر سنة ماضية وسنة مقبلة بس هو الموضوع كده أنه هو أنا حصوم يوم عرفة عشان يكفر سنة ماضية وصنة مقبلة طب اسمعي معايا الراجل اللي جيه لسيدنا عمر يهودي وقال له يا عمر والله إن عندكم آية لو كانت نزلت عندنا احنا معشر اليهود لاتخذناها عيدا اتخذناها عيدا اللي هي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وراضيت لكم الإسلام دينا لما أنا أقول أنا محتاجة أعرف فضل يوم عرفة ليه أعرف فضل يوم عرفة علشان أعمل يبقى من أول اليوم ده من أوله لحد آخره في مزان حسناتي أنا بس لا في مزان حسناتي وحسنات أولادي وحال قلبي زي ما بقول بيت ولد من جديد مش عايزين شحناء في يوم عرفة مش عايزين شغل بيت في يوم عرفة أعملوا اليوم ده يعني إيه سترايك النهاردة إضراب مفيش أي يوم عايزة تخلاصي النهاردة يوم التروية والمفروض كان من قبلية الحاجات البسيطة يا سيدي والله ما فيش منع ان انت تعمل إن شاء الله بيتك نضيف على طول يعني فما تضيعيش ثانية ولا ساعة ليه لأن أفضل الدعاء دعاء عرفة كان الصحابة والتابعين رضون الله عليهم كانوا بقولوا كنا بنؤجل الدعاء وكل دعاء السنة كله ونحضر اليوم عرفة ليه لأن استجابة الدعاء في يوم عرفة بيبقى معهم بقى انت ايه تعملي أجندات كده صفح كده واعد واجبي أولادي ودي أول حاجة في التربية النهاردة إزاي أعد أولادي ليوم عرفة أقول لهم كل واحد عايز من ربنا إيه واسمع منهم أنا عايز حزاء حلو برضو جميل طيب عايز حاجة من حاجة الدنيا إيه كمان وعايز أنجح واطلع له وعايز مش عارفة بقاشط وعايز أفهم الحاجة الفلانية وعايز أخش الجنة أجيب متطلبات في الدنيا دنيوية وكمان متطلبات في الآخرة وابتدي أعمل ايه وابتدي أشوف الأمرين هو فعلا ابني فاهم يعني ايه هو عايز حاجة من الدنيا فما يسأل الله يوم عارف الله عز وجل يستجيب له المعنى ده واصل لأولادي ولا لا طب نتكلم في الكلام ده في سن كامل أستاذ هلا نتكلم في الكلام ده من سن أربع سنين ونتطرع سن ثلاث سنين بيتكلم وممكن يعرف يدعي ويقول ولكن يعني ايه هو بيحاكي أو بيقلد الدعوات اللي احنا بنقولها لا داير ان انا علمه دعوتين ثلاثة يقعد يقول وانا هقسملك الايام من ضمن الحاجات الجميلة برضو في يوم عرفة انا بس كتبلكم شوية حاجات جميلة جدا وتحفى بس محتاج ان انا اصل عليها لما اقول يوم عرفة اكمل اكمل الله فيه الملة اللي هو الحديث اللي احنا قلناه قلنا صيام يوم عرفة اللي هو يعني الفضل رقم سبعة جاء في صيام على انه صيام احد الايام التسعة حديث النبي للناس اللي كان بتسألنا هو رسول الله السلام كان بيصوم التسعة ولا ادي مستنة ادي تخريج الحديثة هوت فعن هنيدة بن خالد رضي الله عنها عن امرأته عن بعد ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة زلحجة ويوم عاش وراء وثلاسة ايام من كل شهر اول اتنين من الشهر وخميسين صححه الالباني في كتابه صحيح ابي داود الناس اللي كانت بتسألنا هو رسول الله السلام فعلا كان بيصوم التسعة الناس اللي مش بتحج يعني وده دليل من ضمن الحاجات برضو ان يوم عرفة يوم العيد يوم العيد دا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دا الفضل رقم تمانية بيقول يوم عرفة يوم النحر يوم عرفة ويوم النحر وايام من عيدنا احنا اهل الاسلام يبقى انا عندي ايه العيد بس مش اللي هو اول يوم العيد اللي هو اعظم الايام يوم النحر ثم يوم القر لا دا كمان التلات ايام التشريق وكمان يوم عرفة ويوم النحر هما دول عيدنا في الاسلام كمان عظيم الدعاء يا جماعة يعني ما بقول دعاء يوم عرفة اعظم الدعاء خير الدعاء دعاء عرفة حديث صححه الالباني في كتابي عندي حديث كسرة العطق من النار في يوم عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام يوم اكثر من ان يعتق الله فيها عبدا من النار اكثر من يوم عرفة حديث صحيح لمسلم الله عز وجل يوم عرفة بيباهي اهل السماء بيباهي احنا اهل عرفة اهل السماء قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يباهي باهل عرفات اهل السماء حديث طبعا رواق أحمد وصححه الألبان الحاجة الجميلة التكبير العلماء يا جماعة في النقطة دي أنا أقولها لكم كده يعني إيه العلماء قيادوا التكبير فيه تكبير مقيد وفيه تكبير مطلق المطلق اللي هو احنا قلنا عليه من أول الأيام العشر كلها من أول يوم في أيام زن حجة الحد آخر يوم من أيام العيد ولكن التكبير المقيد يوم عرف عقب الصلاوات المفروضة بيبدأ فجر يوم عرفة دوت الرواية لابن حجر رحمه الله ولم يزبط ورد عن الصحابة قول علي وابن مسعود رضي الله عنهم أنه من صبح يوم عرفة من صبح يوم عرفة الفجر لحد بعد كل صلاة بعمل ايه بعمل التكبير شكل التكبير الله هو أكبر 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 لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد طبعا ركن الحج العظيم طبعا في يوم عرفة والرصال السلام قال الحج عرفة حاجات كتيرة جدا 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 ما من أيام أكثر من أن يعتق الله في عبدا من النار هو يوم عرفة بصوا بقى يوم عرفة الشيطان بيشرائب برأسه بتشرائب برأسه كده يوم عرفة ومن كتر يقولك لابنرى الشيطان أكثر تحقيرا ولا هما ولا دحرا من يوم عرفة ليه لأنه سبحانك يا رب لأنه من كتر ما شايف الرحمات بيعمل ليه بيتشرائب برأسه نعتقد أن الله سبحانه وتعالى ممكن يغفر له ويعتقه مع الناس اللي باته شفت الرحمة بتبقى إزاي من جمال يوم عرفة كمان أقسم الله عز وجل به طبعا لما الله سبحانه وتعالى العظيم يقسم يبقى لا يقسم إلا بعظيم قال إيه والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود عايز أقف هنا بقى ونشرح الجمال دو والسماء ذات البروج آه السماء العلية اللي فيها نور طيب واليوم الموعود يوم القيامة وشاهد يوم الجمع ومشهود هو يوم عرفة إيه الحاجات دي إعلى قطة الله عز وجل بيقسم الله والله 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 اربعة قلت لاصحاب الاخدود طب ايه علاقة والسماء ذات البروش دي باللي بعديها خلي بالك لو انت عايز تبقى في مكانة عالية وفي مكانة فوق زي مكانات السماء منورة وعالية وبرجها عالي وتعمل ايه بقى يبقى عليك بيوم الجمعة وتبقى معروف يوم القيام عليك بيوم الجمعة وعليك بيوم عرفة الحاجات دي معاني جيميلة جدا 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 ان انا عرفة مش بس يا جماعة ودايما بركز مش بس نحفظ القرآن لأ انت تحفظ وتفهم معاني القرآن مين فينا كان عارف ربط معاني الايات دي قبل كده طب يعني قول الحمد لله احنا عرفناها النهار ده يبقى لو انت عايز مكانة عالية في السماء ومكانة عالية يوم القيامة تبقى منير زي السماوات كده وبرجها عالي يبقى عليك بيوم الجمعة ويوم عرفة حديث ابو هرية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد هو يوم الجمعة طبعا ده حديث صحيح لما انا اجي اقول في اليوم ده الناس بتبيع نفسها وبتعتق نفسها عندنا من الصحابة سيدنا ابو هريرة كان بيعمل اتناشر الف تسبيحة في اليوم يقول دي دية نفسي انا اشتريت نفس من الله وكان في بعض التبعين والصحابة كان يوزنوا نفسهم يا جماعة كده يشوف ان وزنه ايه انا 100 كيلو مساني 200 كيلو يوم جاي مطلع دهب او فضة او مال بما يعادل وزنه والاعطق نفسي من النار اشتركوا في القناة